جميل المنتخب السنغالي اسود التيرانجا بالاخدر والاصفر وينطلق اللقاء في تشكيلة المباراة الشناوي يبدأ في حراسة مرمى منتخب مصر اربع لعبين في الدفن موجود واضح من البداية وليد سليمان ينجح الضغط يضطر انه يلعب الكرة اي حاجة للامام وتعود تاني الكرة والشناوي يطير والكرة تخرج الى ضربة مرمى ضربة حرة للمنتخب السنغالي تتلعب داخل منطقة الجزاء بول خطأ دفاعي ويخرج الشناوي بشكل غلطه وكمان اكثر واكثر قلينا نشوف العابة لعبت من ديوب وقرج الشناوي لكن اشبت ان الرقم اجنين بوجي كان متقدم خطوتين لقظة لعب الكرة معرفش الكرة محتاجة ان يتتعاد شوية وممكن يعتبروا انه لم يتدخل في اللعبة على اعتبار انه لمسش الكرة لكن في كل الاحوال خطأ يتحمل وخطأ مشترك من الدفاع ومن الشناوي علي حال علينا ان نحاول التعامل معها من المنافسين واستغلالها حتى لو صالحنا لو لينا تشوف تاني كرة سابتة لكن المراضي ضاعت احمد فتحي ممكن مرتدة لعبة الكرة كرة سريعة طويلة لمحمد صلاح اعتس اللعب صلاح طويلة 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 اطول من اللازم ويمسكها الحارس بونا كوندور تفوق النفسي اليادي العليا نفسيا الان للمنتخب السنغال ادي الكرة الاماني على حدود منطقة الجزاء مرة اخرى وسط اربع لعبين خطيرة جدا وصفح يخرج برجله ويبعد الكرة امام لا لعبة الكرة لنيني النيني امامية في مساحة الصلاح استلم صح صلاح طوالت ساديو ماني وصلت الكرة لساديو ماني حاول مرور وابراهيم صلاح ومرة تانية حاكم اللقاء قريب والدفاع يبعد الكرة بر وبرشاقة وبمهارة من داخل منطقة الجزاء رفع الكرة حاول المرور احمد فتحي اضع قدمه حاكم اللقاء قريب افريقية الكل على اعصابه الكل بيدعي والدربة الركنية او الكرة السابتة الضربة الحرة تتلعب ومحمد صبحي وفرصة للتزديد تريزي جي يعمل هاته خد او وان سري تحديدا وتريزي جي العبها في اتجاه المرمى لكن من جديد لجيلو بوجي يلعبها تمر من المطلوب ايضا احمد فتحي نبعد عن اللعب الروتيني الالعب المتوقع هو دا هو دا هو دا وليد يلا جولا محمد صلاح في ادريس هاجانا جوي لاعب لل الفرنسي كرة الامام وعلي جابر والكرة المشتركة دفعة 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 وليد بزكاء ينجح في الفصول على فوت لعب الكرة مرة تاني براهيم صلاح صبر رحيل هيسدد لا يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع السنغالي وضرب بلصها جميلة وهناك فاضي تلعبت من تريزيجي لصبري وصبري عرضية ويبعدها الدفاع وتاني تسدد يا راجل بيبعدها وتاني صبري هو عشر يا بدات يدي اشارة البد تريزيجي لا 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 طوية الغلطة آه آه من الغلطة ضاعت ترجع الكرة مرة تاني وتسلل واضح على الساديو ماني وضرب حرة طويل وهدفين ان شاء الله يقدوا المهمة كرة وصبحي يخرج صبحي وصفارة من حاكم اللقاء وضرب حرة لمنتخب مصر ادي الفاول ادي الخطأ اللي مثلت المنتخب المصري واللي ارتدت قميص وفانيلة المنتخب المصري كرة في العرضة ومحمد بالقدم اليوم اللي فها جميلة ويخرج كندول والمرمى فاضي الله صلاح وتاني والزحمة ترجع الكرة ورمي التماس لسا في فرص لسا في فرص كرات السابتة هي مفتاح هذه المباراة هدف السنغال كان مجرد اشارة لكن لازم نستغل الكرات السابتة بشكل افضل من ذلك ودفعهم يتيح لنا استغلال هذه الفرص على اي حال انتهى الشوت الاول بهذه النتيجة نلتقي باذن الله على خير بعد هذه الاستراحة القصيرة ونتمنى ان تتغير الظروف وتتغير شكرا خالد مرة اخرى اصدقائي المشاهدين مشاهدي بين سبورت احباها كرة القدم في كل مكان نعود مع فتحي استلام من النمي جميلة لمتعب هيلف في متعب لكن اتأخر وتقطعت الكرة رجعت تانية هجمت لعبت فعلا لوليد وليد سليمان لعمد متعب وحاكم اللقاء قريب وليد على الارض والكرة يعني حاكم اللقاء هتتحسب بالشكل ده وبالطريقة دي هاي دي الكرة لا 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 على اي حال قلينا في المضمون 48 دقيقة ثلاث داية من الشوط والضربة الحرة بابا كولي ديوب يلعبها في المرمى تمشي وتخرج بجوار القائم الايمن ويسيبها محمد صبحي تطلع الكرة بك احمد حسن وتمرير امامية ناحية اليمين لستيفان باجي عرضية خطيرة جدا اتنين سنغاليين بيطيروا على الكرة والدفاع المصري يكتفي بالمشاهدة ولحسن الحظ تمر الكرة وتمشي بالعرض وتخرج من الناحة التانية الى ضربة مربع يعني منتخب السمغاليين وهو الانجيريس وهذا الجيل ايضا لا يقل موهبة عن جيل الفين واثنين محمد صلاح عرضية داخل منطقة الجزاوة كرة خطيرة جدا ترجع التاني لصبر رحيل وابراهيم صلاح يستعيد الكرة مرة اخرى يلعبها ناحية اليمين وانطلاقة جميلة والعرضية تزبط ازبط العرضية مش ممكن مش ممكن كام مرة كام مرة محمد صلاح ينطلق من ناحية اليمين يمر من الكل يغرب للدفاع السمغالي ويلعب الكرة هدية هدية محتاجة نفخة الضربة الحرة تتلعب وتتلف داخل منطقة الجزاوة خطيرة جدا ابعد ابعد بعدة الكرة وحكم اللقاء يحسبها ضربة حرة للمنتخب المصري مغامرة من شوئ غريب وكرة الامام عرفة بيطالب بخطأ حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب ضيوف يمر من ابراهيم صلاح يقع ابراهيم يصاب وضيوف مرة تانية يمر يلعبها بالعرض خطيرة جدا خطيرة جدا لكن يا تصدى علي جبل على الارض ناحية اليمين حازم امام في اول لمساته امامية جميلة جدا انطلاقة من صلاح صلاح على رجل الشمال خلص يا صلاح خلص يا صلاح خلص لعبها لكن تصطدم تريزيجي كرة لحازم عرضية من حازم واعمد متعب وتاني فرصة لحمد فتحي لعماد على حدود منطقة الجزاء يعيدها للخلف تاني لتريزيجي تريزيجي تصرع ويشوت خلي التزديد دايما هو القرار الاخير الاختيار الاخير كم لهم اجبروهم على الخطأ خليهم يغلطوا غلطوهم كرة من وليد ويخرج كوندول ويمسكها لو بعيد بس لو بعيد عن الحارس شوية تحيل والكرة المشتركة وبرى الملعب احمد فتحي بزكاء 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 يجبر المشاعد وحاكم اللقاء انهم يحسبوا رمي التمثل صالح وتلعبت الكرة وليد سليمان اسرع وليد 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 مش ممكن وليد سليمان بمجهود فردي رائع ينطلق من نص الملعب يخترق ويمر من الجميع وتتلعب الكرة لكن فوق العرضة على رجل اليمين جات له على اليمين جات له على اليمين لكن شوف الكرة رايحة فين يدوب يدوب فوق العرضة يقرب صبري يلفها صبري عرفها ورقصية علي جبر علي جبر هو اللي يطير على الكرة ويحاول برأسه لكن تمر بجوار القائل وتخرج الى ضربة مار ان شاء الله بازن الله اربع دقائية وقت وضل ضايع ممكن التعادل والله على الاقل يعني لحفظ ماء الوجه لكن خلاص ضع التركيز ضع التركيز من الولاد فارض الملعب ضربة مار ما لمنتخب ماء دي اعادة اللاجمة عرضية ساخو بيفرة ساخو او ساكو يلعب على الحازم ناحية اليمين حازم يكمل يقرب له صلاح لكن حازم يرفع الكرة مش ممكن يا راجل عرف السيد امام المرمى ويضيع اول اهدافه الدولية وكان هيكون اغلى اهدافه الدولية كما هدف ينقذ مصر من الهزيمة امام السنغال لكن 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 عرف يلعب الكرة في الزاوية البعيدة رغم ان القريبة اسهل رغم بعيدة ايه المرمى كله مفتوح المرمى كله مفتوح لكن خلاص هي مش عايزة مش عايزة مش عايزة عايزين نقصه على هذا اللعب مش عايزين نقصه عليه ضرب وخناء وعماد متعد يعني عماد مختار اطول واحد فيهم عشان يتخاني معاه مشكلة وتوتر وفلتان اعصاب والمنتخب المصري بيلعب بعشر لعبين وحكم اللقاء اصر النحازي الامام كل ده بلا داعي وكل ده ملوش لازمة وتوتر على الفاضي يعني يعني الامور لا تحتمل كل ده خلاص اخر كرة الحكم هيصفر بعدها ممكن ممكن يبقى فيها الامل الاخير وليد سليمان والضربة الحرة من ناحية المين وبالقدم اليسرى وليد يلا واحدة لكن كوندول يخرج كوندول ويمسكها من مرة واحدة وما تقعش الكرة من ايده وما يغلطش وبثبات وبثقة واليوم بالفعل في هذه اللحظة يعل انتأهل المنتخب السنغالي كفريق ثاني في هذه المجموعة السبعة الصعبة تونس وصلت وضمنت الوصول والف مبروك للمنتخب التونسي الوصول